طيب جيميا نفس السؤال. المغرب تعمل ايه مع البرتوغال؟ لو ساعدتك السؤال ده بالمناسبة الدحكة حلوة. بس عشان لو ساعدتك السؤال دوت قابل مباراة كرواتيك والتحديدت حين نفس الدحكة بالجيكة نفس الدحكة. طبعا بس بس الموضوع الموضوع ده. بالبال هي للنهاردة رخيمت علينا شوية. لا غير انها رخيمت انت انت كمان بص على المغرب. المغرب لعبت طلب ماتشاط ورا بعدة. اجي المشكلة مش قام بس. انت لعبت كل الماتشاط يعني انت لعبت اربع ماتشاط اللي هو المجموعات. لان حظك ان انت تطريق. يعني المغرب بورتوغال ريح في الماتش التالت. قدر ان هو يريح لعبته. ويدي للعابة اللي ما لعبتش ويشوف يجرب. لكن انت في التالت ماتشاط لعبت فول باور. انت في الاربع ماتشاط لعبت فول باور. لعب لأسبانيا كمان. بالزبط. وخارج النهاردة لعب مئة وعشرين دقيقة. وقدام بقى للناحية التانية. فريزة البرتوغال مخلص اصلا ماتش من الشوت الاول. يعني هو الشوت الاول اصلا تكرر ان هو يخلص الماتش. وخلاص انا اصلا لو عايز اروح اروح. عادي هكسب يعني. فدي المشكلة بدنيا. المغرب هيبقى شكلها عامل ايه قدام البرتوغال. لان العنصر البدني مهم جدا في التاكتك بتاع المغرب. البرتوغال بدنيا مفرقة واقف على الجهة قوي. باين قوي. بتتكلم على لعيبة نصف ملعب اقوية جدا. لعيبة عندهم القوة وعندهم المهارة. وزيد بقى عليهم مختلف عن اسبانيا شوية. ان اللايبة بتاع تنص الملعب دي بتروح عالجون وبيتجيب جوان. بتتكلم على واحد زي برناردو سيلفا. هو بيقدر ان هو يروح للجون وبيسجل. بتتكلم على واحد زي برونو فرناندز. راجل بيصنع اهداف بشكل مهم جدا. بتتكلم على الاجنحة. جواو فليكس دايما هتلاقيه مش دايما فاتح. وعمل ستريتش الملعب لقت ليه دايما بيخش الجوة. ويبقى يخش يبقى مهاجم ويعمل الشغل بتاعه وبيسجل. فانت بتتكلم ان فيه كمية عناصر من المنتخب البرتغالي قادرة انها تسجل. عكس المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني لما تيجي ببصله. اه سجله سبعة ماتش كوستاريكا. محدش ينكر ان هما. بس اول ماتش وخطفت كوستاريكا. بس بعد كده كان ايه الشكل كان بتاعك. واحد قدام المانيا. واحد قدام اليابان. النهاردة ما عرفتش تسجل قدام المغرب. ليه؟ لان ما عندكش دايما عندك حلقة ناقصة. وده من ايام اليورو. عندك حلقة ناقصة. هو مين اللي هيسجل. مين اللعيب اللي تقدر تقول النهاردة هو ده اللي هيجيبلي هدف الفوز. او هو ده اللي انا وقت مكون الدنيا. الفوز بتاع كوستاريكا تحديدا خدع اسبانيا جدا. جدا جدا. جدا. جدا جدا.